أنا دائماً أنا لسه كنت بقول للموسيقار خالد كامير بس دا كان تحت الهواء زي ما بيقولوا إنه الكوميديا الموسيقى يعني التأليف الموسيقي للكوميديا مش سهل هو مش سهل تحكي الناس أصلاً فمش سهل كمان تعمل الموسيقى دي فده برضو مش يعني هي كل حاجة مش سهلة بس يعني بس هل ده فعلاً الجمل الموسيقية في الكتابة للكوميديا بتبقى أصعب شوية؟ هو أنا بالنسبة لي الصعوبة بتبقى في إزاي ما يبقاش الموضوع يقلب استخفاف أو استثراف أو كده أو إن إزاي ما زيكا تبقى بتسند النقطة من غير ما تكون فجأة أو من غير ما تكون مفتعلة قوي على المشهد يعني وفي نفس الوقت بحاول دائماً إن هي ما تكونش مجرد بتسند النقطة على قد ما إن هي بتسند الحالة على بعضها هو بيحاول يخلقوا موقف معين خصوصاً لو في حاجة فيها كوميديا موقف زي بابا جي مش مجرد إفيهات بتتقال فبحاول الموسيقى بتكمل هذه الحالة على بعضها وإنت بتشتغل بيبقى الموزع أنت وهو إيد في إيد لأن برضو موزع مهم لازم ينقل نفس المزيكة الجمل بتاعتك بدماغك لا هو أنا اللي بوزع لنفسي الحقيقة لما بنشوف عمل درامي أو موثق أو حاجة فيها تاريخ بتبقى عندنا آلات محددة عارفين إنها لازم تبقى موجودة قانون وني وعود وحاجات شرقية في الكوميديا إيه الآلات اللي لازم تبقى موجودة على العكس ما قدرش أقول إن لازم تبقى موجودة بس بتبقى بتدي نوع من البهجة فيه يعني ممكن نقول مثلاً آلات الوطرية لما بتلعب بالنقر كده أنا هو بدل ما يلعبوا بالقوس بيلعبوا بصوابعهم على آلات الوطرية أسلوب اسمه البيتسيكاتو ده يمكن أكتر حاجة معتادة في المشاهد الكوميدي يعني وهي من كتر ما هي معتادة أنا بحاولة تجنبها على أدواء قدر يعني إن أنا أخلق حاجة مختلفة يعني بس لأ ما درش أقول إن في آلة معينة مربوطة بالكوميدي يمكن تعمل كل حاجة يعني اللي بين يبقوا موجودين حتى الناي ممكن يبقى كوميدي هتلاقيه موجود بالفعل هتلاقيه موجودة